في هذه السلسلة سنشرح بعض أسرار برنامج إكسل التي تسهل عليك العمل وتوفر عليك الجهد والوقت لإنشاء جدول في برنامج إكسل قم بتضليل حيز الجدول بهذا الشكل ثم اضغط على Ctrl-L فتخرج لك نافذة بهذا الشكل اضغط على OK فيصبح الجدول بهذا الشكل وإذا أردت تغيير شكل الجدول اضغط على Table Design ثم اضغط على هذا السهم وتخرج لك مجموعة من الأشكال اختر واحدة منها وإذا كان لديك جدول بهذا الشكل تستطيع فعل ذلك بنفس الطريقة ظل الحيز الجدول ثم اضغط على Ctrl-L ثم اضغط OK وفي حالة ما إذا كان لديك جدول أفقي بهذا الشكل وأردت تزحوي له إلى جدول عمودي أسرع طريقة لفعل ذلك قم بتضليل جدول واستعمال الفأر بهذا الشكل أو قم بالضغط على Ctrl-A قم بنسخ الجدول بالضغط على Ctrl-C ثم ضع المؤشر على أي تخانة من هذه الخانات ثم اضغط على Ctrl-Alt-V فتخرج لك نافذة بهذا الشكل اختر Transpose بالضغط على هذا المربع ثم اضغط OK فسيتحول الجدول من جدول أفقي إلى جدول عمودي كذلك من أسرار برنامج Excel إذا أردت نسخ هذا العمود قم بتضليل جانب العمود ثم اضغط على Ctrl-R فينسخ الجانب الأيمن للعمود وإذا أردت نسخ جزء منه تستطيع تضليل هذا الجزء والضغط على Ctrl-R وإذا أردت نسخ أسفل الجدول قم بتضليل أسفل الجدول ثم اضغط على Ctrl-D ولتذكر هذين الاختصارين Ctrl-R يعني Right يمين الجدول أما بالنسبة للD يعني Da وهو أسفل الجدول إذا كان لديك جدول يحتوي على مجموعة من الأسماء بحيث الإسم الكامل موجود في خانة واحدة وأنت تريد الإسم في خانة واللقب في خانة أسرع طريقة لتفريق الإسم عن اللقب ضليل الخانة الأولى واكتب الإسم الأول ثم ضليل الخانة الثانية واكتب اللقب الأول ثم ضع المؤشر في الخانة الأولى وضغط على Fill ثم Flash Fill فسوف يضع جميع الأسماء في العمود الأول ثم ضع المؤشر في الخانة الثانية وضغط على Fill ثم Flash Fill وبهذه الطريقة قد قمت بتفريق الإسم عن اللقب وإذا أردت نفس النتيجة باستعمال لوحة المفاتيح ضليل الخانة الأولى التي تحتوي على الإسم ثم يضغط على Ctrl-E كذلك بالنسبة للخانة الثانية أما إذا كان لديك جدول يحتوي على مجموعة من الأرقام بنفس طريقة في الخانة الأولى أكتب الرقم الأول ثم يضغط على Ctrl-E وفي الخانة الثانية أكتب الجزء الثاني من الرقم ثم يضغط على Fill Flash Fill إذا أردت إخفاء الكتابة من صفحة الإكسل ظل الحيز الكتابة الذي تريد إخفاءه ثم يضغط على Ctrl-1 فتخرج لك هذه النافذة أو قم بالضغط على هذا السهم من هنا فتخرج لك هذه النافذة إضغط على Number ثم Custom قم بحذف كلمة General واكتب فاصلة منقوطة ثلاث مرات ثم إضغط OK أما لإظهار الكتابة من جديد عد إلى نفس الصفحة بالضغط على Ctrl-1 وضغط Custom ثم إحذف الفاصلة المنقوطة بهذا الشكل ثم إضغط OK وإذا كان لديك جدول يحتوي على فراغات ما بين الكلمات لحذف هذه الفراغات بطريقة سهلة قم بكتابة تساوي Trim افتح قوس ظل الخانة الأولى ثم أغلق القوس وضغط Enter وقم بتعميم النتيج على بقية الخانات بهذا الشكل فتحذف جميع الفراغات ما بين الكلمات كما هو مغضح أمامك إذا كانت لديك واجهة برنامج Excel من اليسار إلى اليمين بحيث تلاحظ أن الحروف هنا A, B, C, D وأنت تريد هذه الحروف من هذا الجانب A, B, C, D من اليمين إلى اليسار لفعل ذلك بطريقة سهلة إضغط على Page Layout ثم إضغط على Sheet Right to Left فيتحول الجدول من اليمين إلى اليسار أو باستعمال لوحة المفاتيح إضغط على Alt B, S, L فيتحول الجدول من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين لتحويل ملف Excel إلى PDF إضغط على File ثم Save As ثم اختر المكان الذي تريد أن تضع في هذا الملف على سبيل المثال Desktop ثم إضغط هنا ويبحث على كلمة PDF ثم إضغط على Save فسيتحول ملف الإكسل إلى PDF بهذا الشكل وإذا كان لديك جدول على شكل PDF وأردت تتحوله إلى إكسل إضغط على Data ثم Get Data ثم From File ثم اختر هنا PDF فتخرج لك هذه النافذة ابحث عن المكان الذي تضع فيه هذا الملف سأختار هذا الملف ثم إضغط على Umport سيعطيك مجموعة من الجداول اختر الجدول الأول ثم إضغط على لوت وستستفيد من الجدول الخاص بك على شكل إكسل إذا كان لديك العديد من المعلومات المكررة في جدول على الإكسل بدل ما تقوم بنسخ ثم لسق أو تقوم بكتابة المعطيات واحدة والأخرى قم بالضغط على Alt سهم إلى الأسفل وتخرج لك هذه القائمة نسبة إلى المعلومات المكتوبة من قبل اختر المعلومة ثم اضغط Enter وهكذا بالنسبة لبقية الخانات وأسرع طريقة لكتابة تاريخ اليوم في برنامج إكسل اضغط على Control فاصلة منقوطة فيكتب لك التاريخ بهذا الشكل وإذا أردت تغيير شكل التاريخ قم بتضليل الخانة ثم اضغط على Date من هذا السهم ثم انزل إلى أسفل واضغط على More Number Formal ثم اضغط على Date ثم هنا تجد مجموعة من أشكال التاريخ سنختار هذا الشكل على سبيل المثال ثم نضغط OK ويتغير شكل التاريخ ولكتابة التوقيت الحالي في برنامج إكسل اضغط على Control نقطتين وتأكد أن لغة الحاسوب هي اللغة الأجنبية ولتغير شكل التاريخ اضغط على هذا السهم من هنا ثم اضغط على More Number Formal ثم اختر Time واختر شكل من هذه الأشكال سنختار هذا الشكل ثم اضغط OK كذلك يمكنك كتابة التاريخ أو الوقت باستعمال هذه الدلة اكتب يساوي Now افتح قوس واغلق القوس واضغط Enter فسيعطيك التوقيت الحالي وإذا أردت تغييره إلى تاريخ اضغط على هذا السهم ثم اضغط على Short Date أو Long Date ويمكنك كتابة هذه الدلة اكتب يساوي Today افتح قوس واغلق القوس وضغط Enter بنفس الطريقة قم بتغيير Time إلى Long Date أو Short Date وإذا أردت استعمال الفلتر في برنامج Excel بحيث أنه يكون لديك مجموعة من المعلومات على سبيل المثال هذا الجدول يحتوي على أشخاص راسبين وناجحين وأنت تريد إخراج الراسبين فقط ما عليك سوى تضليل الصدر الأول ثم اضغط على Control Shift L فتخرج لك هذه الأسهم اضغط على هذا السهم من هنا وتخرج لك الراسب وناجح اضغط على خانة Select All فتذهب علامة صح من جميع الخانات اضع علامة صح في المعلومات التي تريد إخراجها على سبيل المثال راسب ثم نضغط OK الآن لديك الأشخاص راسبين فقط وإذا أردت الأشخاص الناجحين اضغط على نفس المكان ثم اضغط على علامة صح في راسب ثم اضغط على ناجح ثم اضغط OK الآن لديك الأشخاص الناجحين فقط أما إذا أردت الحالة الأولى إخراج الناجحين والراسبين اضغط على Select All ثم اضغط OK وإذا أردت حذف الفلتر اضغط على Sort Filter ثم اضغط هنا على Filter كما أنه يمكنك إنشاء الفلتر في نفس المكان بحيث تقوم بتضليل السطر الأول ثم تضغط على Sort Filter ثم Filter ثم تضغط على ناجح ل fuckin투� المبات ‫تصلي gymens acceso